نبدأ بالمحاضرة مالتنا هي تكمل المحاضرات السابقة اللي أخذناها واللي هي الترانسفير فاكشنز فإذن اللي أخذناها سابقاً أنه كان عندي بالبداية الديفرينشل الكويجين سيستيم أخذت اللابلاس ترانسفورم للديفرينشل الكويجين للمعادلات التفاضلية طلعت أوتبوت على أمبوت اللي هي عرفتها للترانسفير فاكشنز واللي هي دائما ش تكون تكون دالة للكمبلكس فريكونسي اللي هو جي أوفيس بالخطوة اللي سويناها وراها أنه عدنا سيستيم الكتريكال سيستيم كان بمحاثة متسعة مقاومات وحولنا السيستيم للأس دومين وطلعنا ترانسفير فاكشنز بعدين بالخطوة الثالثة أخذنا ميكانيكال سيستيم بالميكانيكال سيستيم كان عدنا شنو كان عدنا سيبرين كونستان كان عدنا دامبار كان عدنا ماس وأيضا طلعت الترانسفير فاكشنز اللي هي بالأخير تكون الأوتبوت الديسيبلياسمنت علي من على الأبلايد فورس حس بالنسبة أنه خلي نجي نعرف الماثماتيك ريبرزنتيشن للترانسفير فاكشنز إذن رح نعرف شنو التعريف الرياضي كتعريف رياضي ما لدي علاقة بأي سيستيم على العموم إحنا قلنا الترانسفير فاكشنز تحتاج إلى أمبوت وتحتاج إلى آوتبوت فإذن هي السيستيم إذن الترانسفير فاكشنز هي السيستيم نفسه وعرفنا أنه الاس هو الكمبلكس فريكونسي اللي هو يساوي جي أوميجا وأوميجا قلنا هو الانجولر فريكونسي اللي يساوي 2 باي f هسا الخصائص ما لأي سيستيم وين موجود بالترانسفير فاكشنز إذن الكاركتراستيكس والبروبراتيز ما للسيستيم وين نلقاء بالترانسفير فاكشنز هسا الترانسفير فاكشنز سواء بالإلكترical system mechanical system any physical system بالأخير اللي رح حصله هو باست نيوميناتر ودينيوميناتر مقام باست ومقام دائماً كل القيم التي تجعل الباست يساوي صفر سأسميه zero. إذن نظام السيطرة بمادة السيطرة سأسميه zero. هذا بالستيبولتي ما راح يفيدني بالاستقرارية ما للسيستم ما راح أخذه. اللي موجود بالمقام شا سميه؟ سميه بولز. إذن هسا كل شي موجود بالباست هو zero. كل شي موجود بالباست هو بولز زي. هسا عدنا الدرجة أريد عرف الدقري ما للبولز مع الدقري ما للزيروز. شنو قصدي بالدقري طلاب خلي نشوف شنو قصدي بالدقري. هسا خلي نتخيل عندي هالي ترانسفير فاكشن. أنه G of S تساوي S زائد خمسة على S تربيع زائد واحد. هسا أولا هذا شا سميه S زائد خمسة سميه zero. شم زيرو عندي بس واحد ليش؟ لأن هذا الـ S زائد خمسة أقول يساوي صفر. وبالتالي S رح يساوي لنعقص خمسة. إذن عندي one zero موجود وين؟ بالنعقص خمسة. الدقري ما هذا الـ N طبعا هذي كل شي سميه ثاني سميتها N of S اللي هي تساوي S زائد خمسة. الدرجة مالتها شقد قيمتها وليش؟ أجي أباوع أكبر أس للـ S شقد واحد إذن نقول الدقري ما للـ N of S ش رح يساوي لي واحد؟ نرجع هسا نرجع للمقام. المقام من الدرجة يا درجة أكبر أس للـ S هو اثنين. إذن رح أقول طبعا هذي ش رح أسميه هاني؟ رح أقول D of S يساوي لي S تربيع زائدًا واحد. إذن الدقري ما للـ D of S اللي هو المقام رح يساوي للـ 2. ليش؟ لأن أكبر أس للـ 3. إذا أريد أعرف إش قد هدهد أن يقيم البولز رح أقول S تربيع زائدًا واحد يساوي صفر. إذن S تربيع يساوي ناقصًا واحد. وبالتالي S واحد اثنين لأن عندي 2 بولز جدرين. رح يساوي جدر ناقص واحد زائد ناقص واحد ويساوي زائد ناقص اي. اللي هو الـ complex number. تمام؟ إذن هذه هي البولز ماتين. خلي نسوي ناخذ another example إذا عندي transfer functions ثانية تساوي لي S أس خمسة زائدًا واحد على S تربيع أو S تقعيب زائدًا ثلاثة. الآن كم زيرو عندي؟ لازم أبقى على الدقري. الدقري أعلى أس للـ S تربيع خمسة. لو كان عندي مثلا هنا S 3 ما يأثر أعلى أس فما طول الدقري خمسة إذن I have five zeros. عندي خمس صفارة موجودة بالسيستماتي. طلاب الزيرو ككلمة نعرفها تمام؟ بالرسم من أجي أرسم هذا الـ imaginary. وهذا الـ reality اللي هو الجزء الحقيقي الجزء الخيالي هاي الزيروز إلهي رمز خاص. شي سوي؟ دائرة. إذن من أشوف دائرة شتفتهم؟ إذن عندي زيروز. من أشوف كروس شتفتهم؟ بول. إذن هذا هو الرمز مال البول وهذا هو الرمز مال 8 مال زيرو. إذن هس عرفنا الدقري عرفنا؟ شغلة واحدة عندنا أنه إذا كانت الدقري مال المقام أعلى أو مساوية طبعا نحن نريدها دائما أعلى من الدقري مال البسط فهذا السيستم ش نسميه؟ سيتريكتلي بروبر. طبعا بعدين هاي بالستيبوليتي من الناقش موضوع عن ستيبوليتي رح نفتهم هاي الكلمة شنو؟ أوكي؟ إذا درجة الدرجة المقام أقل من درجة البسط فهذا السيستم مالتي اللي هو الترانسفير فاكشنز مالتي يسميها سيتريكتلي بروبر. أكد سؤال الطلاب هنانا؟ ماشي الأمور؟ زيل. هس حنا بالنسبة لنا ش الريد؟ هس تعرفنا على الترانسفير فاكشنز. تعرفنا البسط والمقام. الريد نبدي بأبصص سيستم عندنا. والريد ندرس الترانزينت رسبونس مالتي والستيدي ستيت رسبونس مالتي. حسب الترانسفير فاكشنز. فلذلك أبصد سيستم عندنا. إيش قد لازم؟ إيش قد الأوردر مالتي؟ واحد. فلذلك رح أخذ هذا المثال الكهربائي وبعدين نسوي له جنرايز سيستم نعممه. ورح نفتهم شنو قصدي بالترانزينت رسبونس. احنا عدنا اتفقنا. عندي مرحلة انتقالية يمر بها السيستم. ووراها عندي حالة استقرار. انا بالنسبة لي دائما بالسيطرة اريد. اريد اقصر فترة زمنية للمرحلة الانتقالية. اريد اقل ارار اقل خطأ وين بالمرحلة الثابتة اللي هي الاستقرار. اريد اقل فترة زمنية لمرحلة الانتقال. اريد اقل ارار اقل خطأ المين لمرحلة الاستقرار. خلي نشوف هذا المثال ونشوف شون رح نشتغل ونوجد الترانسفير فوكشنز اللي هي اول شي بالنسبة لي. بعدين اوجد الترانزينت رسبونس والستاديستيت رسبونس. خلي نشوف هذا المثال. اذا في هذا المثال اش عندي؟ اذا عندي سيستم. هذا السيستم يتكون من مقاومة ريزيستر مع كباستر. اوكي? الاونبوت بالنسبة الي هو في اونبوت. اللي هي الفي اي. الاوتبوت هي بولتية المتسعة. اذا هذا هو الاوتبوت عني بسميه بي او. هذا اه هذا سي. اوكي? اذا هذا اذا شوية عندنا صياخته. فاقدر اقول هو عبارة عن بلوك. اوكي? اذا هو عبارة عن بلوكس. هذا البلوكس عبارة عن ترانسفير فوكشن. جي اوفيس. الاونبوت لهاي اللي ترانسفير فوكشن هو عار. اللي هو عار اوفيس. واللي هو بالنسبة الي من هو? ال vi اوفيس. والاوتبوت بالنسبة الي هو قلنا ال y اوفيس. هنا عنا شي مثلي. ال vi اوفيس. اللي هو الفولت هي. فااذن. اه جنرال سبيك هينك. ما ما لدينا. ما لدينا هو اونبوت فوكشن. او اوتبوت فوكشن. فلذلك ال يترانسفير فوكشنز. اللي ترانسفير فوكشنز. ايش راح تساوي? هي ال vi اوت على ال vi ان. طبعا لا تنسي. قلنا هذا اوفيس. يعني نكتبه او ما نكتبه نفس الحالة. المهم احنا نعرفه لازم يطلع لي فوكشنز لل اس. زين. هسا بالنسبة الي احنا قلنا الار سواء بالتاين دومين او بالاس دومين نفسها الار. ما عندي مشكلة بها. لكن السي الكاباسترز فهي بالتاين دومين سي. وشنة اذا تذكر نكتب. تيار المتسعة كان يساوي السي لمشتقد فولتية المتسعة مع الزمن. تمام? قلت مناخد اللاب لاس ترانسفورم لهذا السيستيم. راح يصير عندي انه لازم هادي الامبيدنس تساوي واحد على سي اس. هاي ش سميتها? سميتها اكسي. اللي هي الكاباستنس اندكتنس. الممانعة السعوية. هسه بالنسبة لنا طلاب. اللي اه اريد نحسبه. اريد نحسب الفي اوت. عندي قانون. عندي قانون يسموه الفولتيج. ديفايدر رول قاعدة تقسيم الفولتيج. فتقول لي الفي اوت اللي هي الفولتيج على الطرف اللي اريد احسب عليه. اللي هو من هو متسعة. يساوي التوتال فلذلك في في المقدار اللي اريد احسب عليه الفولتيج. اللي هو من واحد على سي. اللي هو الممانعة السعوية. على مجموع الممانعات المتوالية. ليش جيلة الار متوالي مع سي? لان التيار اللي جاي يدخل هنا. هو نفسه جاي يدخل هنا. هو نفسه جاي يدخل هنا. هو نفسه جاي يرجع وين? للنغاتف. فهذا صار عدي. اه على ار زائد واحد على السي. ماشي? نمور. هسه راح ابسط اسوي اه مانيبوليشن الهاي لترانسفير فاكشنز. راح اخذ عامل مشترك هاده. اوكي? فش راح يصير عديه? راح يصير عدي الفي اوت يساوي للفي اي في واحد على السي. هنا عامل مشترك راح يصير ار اسي زائدا واحد على السي. هسه طلار. انت تدري هاده? السي. راح يختصر مع امن? مع هاده السي. فلذلك هاده الفي اون بوت راح اجيبها حاصل ضرب رسطين في الطرفين. فالجي اللي هي تساوي الفي اوت على الفي اين راح يساوي لي اه. بس العفو احنا قلنا الفي اون بوت. في اه واحد على السي. اوكي اوكي. فراح يصير عدي واحد على اه واحد زائدا. اس ار سي. اوكي? ماشي اللي مور طلاب? هسه بوعه يعني. هسه احنا دائما بالترانسفير فاكشنز تذكر من كتبة جنرال كويجين. الترانسفير فاكشنز دائما شا سوي لها? المعامل مال اعلى اس سواء بالبسط او بالمقام شا خلي? دائما واحد. اللي هو المرافق. الرقم المرافق. دائما بالبسط او بالمقام شا خلي? خلي واحد. هسه ش عندي يعني? اهناني ما عندي اس. فلذلك الدرجة مال البسط اش قد? واحد يقدر يقول اياها? صفر. ما عندي اس. فاذن الدقري اذا هناني هاده الدقري مال الان اوفيس هي زيرو. زير. اهناني بالنسبة لي عندي اس واحد. اذا الدرجة واحد. فاذن راح اقول يابه انه الدقري مال الدي اوفيس راح يساوي لي? واحد. لكن المرافق مال الاس مو واحد. اللي هو من هو? ار سي. اش راح اسوي الثاني? راح اقسم البسط والمقام على ار سي. فش يصير الترانسفير فاكشنز? راح يصير واحد على الار في السي. على. هذا من اقسمه يصير واحد. يصير اس. زايدا. هذا يصير واحد على الار سي. راش الامور طلع. هس بالنسبة ليه? راح اجي اعرف اه الواحد على الار سي. اللي هو تو كونستانس. فا اه بالنسبة للتير من الاول. بالنسبة للتير من الاول. هذا راح اسميه كي. اذا هذا اللي هو واحد على الار سي. راح اسميه كي. اللي هو القيم على اس زائل. اذا هذا المقدار اللي هو ايضا واحد على الار سي. راح اسميه اي. طلاب. اهنان التسمية سميته اهنا كي وهناي على الرغم نفس المقدار. لان هذا المثال يعني اكسيدنت لي صدفة طلع هذا المقدار مساو مع هذا المقدار. فلذلك ما سميتين اثين هن كي. مستقبلا اذا اخذنا غير مثال اجوز القيم راح تختلف. فلذلك دائما نسمي البسط. هو كونستاند كي. هو بالمقام راح اسميه انا دار كونستاند كي. اه اه كونستاند كين اللي هو اي. فلذلك الكي تساوي هنا لاي. وتساوي واحد على الار سي واللي هن شنون ايه كونستاند. اكو مشكلة طلاب. ماشي السيستم. اذا هذا السيستم اللي هو راح يصير كي على اس زاعد اي. هذا هو الاوتبوت مالتي اللي هو الواي. وهذا هو الامبوت مالتي اللي هو الار. طبعا احنا قلنا الار هي الفي اومبوت. الواي هو الفي اوتوت. هسا شريده سوي الخطوة الثانية. اريد اشوف اختبر هذا السيستم. يعني شلون. يعني اريد اعرف هذا السيستم الشور راح يصرف. البيهيفير مالتي او البيهيفير مالتي او البيهير فورمانس مالتي. اذا كان عندي ادخال معروف. يعني راح يصير عدي. اجي ادخل الار على هذا السيستم. اشوف الاوتبوت الشرور راح يتغير نسبة للامبوت. فخلينا اخذ اول حالة. اول ستيبس. ابسط امبوت عدي راح اخذ هو اليونت ستيبس. اذا هسا الخطوة الاولى. حتي ان اشتغل بالترانزينت ريسبونس والستادي ستيت ريسبونس. لازم اسوي دريفيشن اشتاق الترانسفير فاكشن. اللي هو سويناه هسه. حولنا الفيزيكال سيستم. حولنا الالكتريكال سيركيت. الدارة الكهربائية المن. الى ترانسفير فاكشن. وبالتالي بعد هاي الدارة الكهربائية انساها. وين اشتغلاني? راح اشتغلوا بهذا السيستم. فهسا المطلوب من عندي. انه اختبر هذا السيستم على اليونت ستيب. طلاب انتبهوا يا ايا. اذا هسا الامبوت مالتي اول امبوت هو اليونت ستيب. احنا باليونت ستيب. اش عرفنا اليونت ستيب? عرفنا انه هنانا الار راح تساوي يو اوف تي. هاي بالتاين دومين. شنن رسم مالتها اذا تذكرون? اليو اوف تي انها قيمتين? هذا التي. فهي اذا كان تي من صفر واقل في قيمته اش قد صفر. من صفر وفوق قيمته اش قد واحد. فاللي دالك يسموها يونت ستيب. اذا اليو اوف تي راح تساوي اما واحد اتاين اكبر او مساوي للصفر او صفر اتاين اصغر من الصفر. اذا هذا بالتاين دومين. هس احنا اش نريد? احنا ما نريد الار او اليو اوف تي. المفروض هذا العفو نكتبه سمول لتر مو كابتال. تمام? هذا ار اوف تي. انا اريد ااخذ اللاب لاس ترانسفورم حتي اش يطلع? الار اوف اس. زي. الار اوف اس لليونت ستيب شدو قيمته? احنا عدنا من التيبولز راح نشوف انه واحد على اس. صار تواضح القضية كلها? هادي بالتاين دومين. هادي بالاس دومين. زي. هس القانون مالتنا بالبلوك ترانسفير فاكشن. شي يقول? يقول دائما الاوتوت يساوي الاونبوت في الترانسفير فاكشن. عملية ضرم مباشرة. فلي دعلك راح اقول الواي اللي هو نفسه في اوت يساوي لي الار في الجي اوف اس. طلاب هاي الملتبلاير اوبريتر. هاي ضرب. ضرب عادي. زي. ويساوي. الار بعد معرف. ويالنوين? مضروب في الجي اوف اس. كي? على اس زائد اي. هذا من هو? الواي اوف اس. انا اريد الواي اوف اس. احنا مريد الواي اوف اس. احنا قلنا الاس دومين فاعدته هو شنوه? انه بالتاين دومين. السيستم معقد. ما اقدر احلى انا لتكليب اليد. او اوجد له ماثماتيك. اه ماثماتيكال موديل. بينما من اروح للاس دومين. العملية جاية السهل. اقدر اوجد له ماثماتيكال اكويشنز مثل هاي. لكن الناتج النهائي. انا ما ريده بالاس دومين. يعني انا كل اللي جاي يسوي. بديتي بتاين دومين. هاي الدارة طلاب شا تمثلي? تاين دومين. انتقلت للتبسيط باستخدام الابلاس ترانسفورم. وين رحت? للاس دومين. الناتج النهائي مالتي عندي واي اوفيس هنا هنا. الناتج النهائي يعني ما لديه بالاس دومين. لان اذا بالاس دومين هاي الدارة ما رح تفتهمه. يعني وين اريد ارجع? اريد ارجع للدارة الاصلية مالتي. وبالتالي لازم شي سوي. لازم اخذ فدال اللي يسموها انفيرس لابلاس ترانسفورم. اللي هو شنو معاكس للابلاس ترانسفورم. لابلاس ترانسفورم هي المعادلة الرياضية اللي تنقلني من الزمن للكومبلكس فريكونسي. الانفيرس لابلاس ترانسفورم هي معادلة رياضية تنقلني من الفريكونسي ترجعني المن للتايم. اللي هو دائما السيستم مالتي ادي اللونغ ديفيشن مثوود. اوكي? ابسط طريقة هي الفارشيال الفراكشن. هس الفارشيال الفراكشن ش تقول? اجي اباوع على الجذور مال المقام. مالي علاقة بالزيروز. اباوع على الجذور. هنانا كم جذر عدي? ثين. ليش? الجذر الاول اس يساوي صفر. هذا الفيرست روت. الجذر الاول. الجذر الثاني اس زاعدا اي يساوي صفر. هذا يؤدي انه اس يساوي ماينس اي. حس بالبارشيال لازم شي يسوي. اقارن. هذا الجذر. يشبه هذا الجذر. مايشبه. مختلفات. اذا اطبق اول بارت من البارشيال. بارت الاول شي يقول لي. يقول هاي الترانسفير فاكشن هي مكافئة المن الى الترانسفير فاكشنز بيها كونستانت على اس زاعدا كونستانت ثاني على اس زاعدا اي. هاي كي وان و كي تو. كي وان. كي تو هي كونستانت. زين. السؤال شن الفرق هذا عن هذا. ماكو فرق. بس هنانة عندي يسموه اه سم اوف بروديكت. يعني الترانس بياناتها ضرب. وداخليا بياناتها جمع. هنانة بالعكس بروديكت اوف سم. اذا عندي في الترانسف جاي اضربة مع الكي وان و الكي تو. بس هنانة شن هو جاي اخد جمع. فاذن جاي ابسطة. زين. يعني هسة اذا اريد اطلع منها اطلع هاي الفورم ش راح اسوي. بس اواحد المقامات بعد ما اعرف الكي وان و الكي تو. راح تطلع المفروض نفس هاي المعادلة. زين. هسة الكي وان شون راح اوجدها طلاب. راح اطبق البرشي الفراكشن او فاتشي سموه الريسيديو ثيرم. الكي وان تساوي. الكي وان. الكي وان المقام ما لا تهمنه. المت اخذ الغاية. اس يقترب من الروت. اللي هو الصفر. اجي الغي الاس. ليش لان انا اخدت الاس. فالغيه من الترانسفير فاكشن. مشي بقي? ابقي كل الترانسفير فاكشنز على الاس اللي اخدته. زين. هسة اذا عوضت بدال هاد الاس صفر. ش راح يصير عدي. صفر زاد اي. وهنا اذا راح يطلع لي. كي على اي. هذا اول كونستانت. زين. نجي. ثاني كونستانت. كي تو يساوي الغاية لمت. اس يقترب من من? من الجذر الثاني. ماينس اي. اذا هسا ماينس اي طبعا بالترانسفير فاكشن الاصلية طلاب. مو اللي سويت هده. هسا هذا اختفى من اللي بقي عندي? الكي بقي. في واحد كي على اس. فاذا راح يصير كي على اس. عوض لي ماينس اي بالاس. راح يصير ماينس كي على اي. زين. هسة اذا كتبنا الترانسفير فاكشنز الجديدة مالتي. واخدت عامل مشترك. نشوف ترجع نفس الترانسفير فاكشنز الاصلية الو لا. احنا احنا قلنا. احنا قلنا لازم ترجع. زين. خلي نكتبها. اذا هسا صار عندي الواي. شو ساوي لي. كي ون هو كي على اي. مضروبة في الاس. ناقصا. كي توش قد طلع. هو كي. الكي تو هو سالب. موجب في السالب. سالب. فاذا راح يصير كي على اي في شنو? اس زاد اي. تمام لو متمام? زين. هسا باعه اي. هس شنو العامل المشترك البياناتين? طبعا. الكي اي اخذ عامل مشترك. راح يصير عندك واحد على اس ناقصا. واحد على از زاد اي. تمام? مو هيش? زين. اخذ الكي اي. هسا هذا اخذ عامل مشترك. اس لاز زاد اي. هنا انا شو يصير? از زاد اي. هنا انا شو يصير? ناقص اي. هنا انا هذا يروح مع هذا. تمام? شو بقى لي? بس اي. الاي مع الاي يروح. شو بقى لي? كي على اس? في از زاد اي او? اقدر اقول واحد على اس في كي على از زاد اي? طبعا اي اذا سوينا? اذا كل اللي سوينا مجرد طلعنا صيغة ثانية شكل ثاني لترانسفير فكشن. لكن بالحالتين نفس لترانسفير فكشن. لان انا ما اقدر اغير بالترانسفير فكشن. هذا هو السيستم مالتي الفيزيكال سيستم مالتي الترانسفير فكشنز مالتي. بس شا اقدر اصوي? اقدر مجابه اصوي مانيبيوليشن. انه بدال الضروب سوي الجمع. زيان. هسه طلاب. هسه هادي الترانسفير فكشنز. هادي. اللي هو السم اوف بروديكت. احولها المن? للواي اوف تي. اخد لها الامبيرس. اه راح اكتب لك اياها هنانا. بو اياي طلاب. هسه بو اياي. هسه بعد ما اكتب كابتال لتر. شاكتب سمول لتر. الفيريابل مالتي من هو? التي يساوي. الكي على الاي كونستانت. ما اللي علاقة بيها? نين هالذوابت? فاذا هنه بالاس دوميان او بالتاين دوميان? نفس الشي. زي. افتع قوس. هسه. واحد على اس. اللي هو من هو? من حوله? اذا هو يو اوف تي. زي. ناقصا ما العلاقة بيها. واحد على اس زائد الاي. هو عبارة عن اكسبونيشيال. عكس الاشارة. ليو اوف تي. صارت واضحة القضية طلاب. هادي ليو اوف تي ليش ضفتها? هاي ضفتها لان اذا تتذكرون التكامل مالتي يقرأ من صفر للانفينيتي. فلذلك هادي راح تخليلي هذا المقدار يشتغل من صفر للانفينيتي فقط. صارت واضحة? طبعا هذي مين نجيبها الجداول. هسه راح اجي ااخذ الكي على اي? واحد ناقص اكسبونيشيال ناقص اي تي ليو اوف تي. مجرد تبسيط. هاد من هو? هاد اليو اوف تي. هسه طلاب او يعني. الكي معلوم. واحد على الارسي. تمام? الاي هو واحد على الارسي. فلذلك الكي ما على اي راح يختصره. ايش راح يبقى لي? واحد ناقص اي تي. لهذا ما يحتاج كتبه. ليش ما يحتاج كتبه? لان اقول يابد تي اكبر او يساوي صفر. هذا يعني لي بس انه يخلي مقدار التي هو اكبر من الصفر. بس اتم. زين. هسه ش راح اسوي? هاي المعادلة. الواي اوف تي. هاد الاي اقدر اشيله وقلنا هو شنو الاي? واحد على ارسي. فلذلك هاد اقدر اكتبه بها الصيغة. تي على الار في السي. الار معلومة. تكياه اثنين ثلاثة اربعة كيلو. السي معلومة. بوينت وين بوينت ثري فاراد. من المتغير عدنا? بس الزمن. فلذلك اجي اسوي جدول. هادا هو التي وهذا هو الواي اوف تي. اخذ تي صفر. اجي عوض الصفر هنا. واحد. واحد ناقص واحد. اجي اخذ بوينت وين. اخذ بوينت تو. واحسبه. اذا راح اخذ ستيب سايز. وارسم. شي حصل? المفروض شي حصل من هذا السيستيم? المفروض احصل على فتشكل. اللي هو هذا الشكل. بو اطلب. هسه بالنسبة لي طبعا هاني هنا ما مختصر هذا القيمة. سميته ستيدي ستيت. ليش? لان هسه الواي ستيتيت مالتي. اللي هو هذا هنا. واي ستيتيت مالتي. شقد المفروض يكون? واحد. ليش واحد? اخر قيمة يوصل لها الانبوت هو شقد? واحد. فلذلك الواي ستيتيت مالتي هو بقى واحد. فاذا تريد تكتبه او تريد تخلي واحد لان احنا اللي الانبوت مالتي شنوه? ستيب انبوت. فلذلك الواحد. فتلاحظ معه يعني. هسه اذا رسمت هاي المعادلة. ش راح يطلع لك? راح يطلع لك هذا الجزء انه تبدي من الصفر تسعد 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 بعدين وين راح توصل? توصل للواحد. اذا من الصفر الى هاي النقطة ش اسميها? ترانزينت ريسبونس. من هاي النقطة الى الانفينيتي ش اسميه? ستيتيت. هسه الفترة الزمنية اللي هنانه عندي فترتين مهمة بالنسبة لي. اول فترة يسموها رايس تايم. تي ار. ثانت تسفترة ش يسموها اللي هي تي اس. احنا قلنا بالترانزينت ريسبونس شي همني? همني التايم. زيان. اهنانه شو ما جاي اشوف تايم? شاشوف? لاحظوا يا ايا. اشوف الخط ما اللي هو الخط اللي ممتقطع? واشوف النقاط اللي هي شنو? اللي هي الواحد. فاذا شا اقدر احسب? اقدر احسب الارار. الخطأ. الخطأ يش راح يساوي? يساوي الستادي ستايد فاليو اللي هي الواحد ناقص الاكتش وال فاليو اللي هو قيمة الواي اوفتي. طبعا اذا اوصل الواي اوفتي واحد راح يصنع عندي واحد ناقصا واحد. جد الارار. صفر. انا هذا اللي اريده. انا شايرت بالاخير. اريد الايرر مالتي يصير صفر. لكن اذا هسا اخذنا هاي بالفرست اردر راح اوصل الصفر. بس بالسكند اردر راح تشوف ما راح اقدر اوصل الصفر ليش? لان راح يصير هذا الواحد والسيستم مالتي شون اش راح يصير بي? راح يصير بي اوسيليشن. فلذلك ما راح اوصل لقيمة الواحد. عندي ش قيد? عندي مقدار من الايرار. زي. هسا اريد اعرف هذا التي ار شنو تعريفه? وريد اعرف شنو التي اس. وعلي من يعتمدون? اول شي خلي عرف التي ار. خلي بس احاول اطلع لك الرسم والتعريف. زي. هسا بالنسبة لي. الرايس تاين شنو تعريفه? هو الفترة الزمنية. اذا هو الفترة الزمنية لصعود الرسبونس من عشرة بالمية الى تسعين بالمية. اذا هو فترة زمنية لصعود الرسبونس من عشرة بالمية الى تسعين بالمية. زي. ولذلك اكو اشتقاق يعني احنا بالسيطرة يعني ما راح يفيدنا هوايا. فلذلك اريد النتيجة النهاية. نتيجة النهاية انه الرايس تاين راح يساوي تقريبا ابروكسمتلي تو بوينت تو على قيمة الاي. على قيمة الاي. حس طلاب. احنا الاي قلنا شو يساوي? يساوي واحد على شنو? على الار سي. زي. احنا دائما باللي الكترونيك بالرياضيات. هذا حاصل ضرب الار في السي. شنسميه? نسميه البريوت تي. اللي هو كابيتال تي. دائما. اللي هو الفترة الزمنية. فلذلك اش راح يصير عدي? راح يصير عدي الاي اش يساوي? واحد على كابيتال تي. زي. التي ار اش راح يساوي? اثنين بوينت اثنين على الاي. وبالتالي يساوي تو بوينت تو على واحد على تي. ويساوي شنو? تو بوينت تو من التي. هذا التي يسمون ناشرال تاين. لان هذي مين جايني؟ جايني من الار في السي. اللي هي فيزيكال كونستانت. اللي هي تطين الخصائص الفيزيائية مالت من؟ مال السيستم. هسا هذا يعني يجي الطلاب? انه الفترة الزمنية اللي يبقى بيها السيستم بالترانزينت ريسبونس من عشرة بالمية الى تسعين بالمية راح يساوي تو بوينت تو يعني افيا وشوية عن الناشرال تاين. فلذلك انه انا اذا اريد ازغر هاي الفترة انا اش اريد انا خب ما اريد اكبرها. هاي ترانزينت ريسبونس بيها مشاكل. ليش جاي يصير صعود عدي. اوكي? فلذلك اريد ازغرها حتى انا ازغرها لازم شي سوي. عندي خيارين. الخيار الاول انه اه قيمة التي لازم ازغرها تمام? لان تو بوينت تو كونستانت ما اقدر العب بيها. بقى من اللي اقدر اغير بي? الكابيتال تي. زين? الكابيتال تي حتى انا ازغرها لازم شي سوي. اذا اما المقاومة اقللها. او المتسعة اقللها. تسعمية تسعة الاف بالميان المتسعة ما اقدر العب بيها. ليش? لان وحدتها بالفاراد وكلش قليلة. اذا منو يبقى عندي? المقاومة. احنا قلنا المقاومة هي عبارة عن شنو مفاقيد. اللي هي وين جاي يصير? جاي يصير بالوايرز بالكوفر ويرز. فلذلك اذا انه استطاعت اخفض قيمة المقاومة ما الاسلاك بمعنى اش راح اسوي? راح احسن اللي هو اداء النظام. زين. هاي واحدة. خلي نعرف السيتلينج تايم. السيتلينج تايم شنو هو تعريف اطلاب? دائما جاي يقول السيتلينج تايم هو الفترة الزمنية اللي السيستيم ينتقل بيها من زيرو بيرسنتج من صفر الى ثمانية الى ثنين بالمية من الستيدي ستيت. يعني شنو قصدي بيها? احنا الستيدي ستيت ما لاته اش قد كان? كان الواحد تمام? فاذا اما اقول وين بوين بوينت او تو اللي هو اكبر من عنده بثين بالمية او اقول اش قد? اه ثمانية وتسعين اللي هو بوينت ناين ايت. فاذا السيتلينج تايم قد يكون اكبر او قد يكون اصغر. بالفرست او اردر ما راح نشوف الاكبر. تلاحظ بالفرست او اردر ما اشوف اكبر. ما عندي ماكسيموم اوبرشوت. ما ينتقل اعلى من الواحد. اش راح اشوف? راح اشوف الاصغر. اذا اش قدر قيمة? ثمانية وتسعين بالمية. فاذا انتبهت ويايا? سيتلينج تايم بالفرست او اردر هو الفترة الزمنية من صفر الى ثمانية وتسعين بالمية من الريسبونس. نفس الشي. عدي ماثماتيكال. بالاخير اش راح احصل? راح احصل على القانون التالي. اللي هو السيتلينج تايم يساوي اربعة على اي. ويساوي شنوه? ويساوي اربعة في كابيتال تي. واحنا قلنا كابيتال تي شو يساوي? الار في السي. هس نفس الشي. انا اش اريد السيتلينج تايم? اريده كلش قليل كلش صغير. حتي انا قبل انتقل وين? للستادي ستيت ريسبونس. هذا كبيرفورمانس كأداء. اوكي? اكون مشكلة اطلاق? حس اريد الناقش الجزء الثاني اللي هو الستايبوليتي. احنا قلنا البييرفورمانس هو اداء السيستم. الستايبوليتي هي الاستقرارية ما للسيستم. هذا السيستم مالتي. اذا اشتغل فور لونج تايم. راح يبقى بنفس هذا الاداء اللي بده بي. يعني انا اول ما شغلت الماطور. ورا خمس دقائق اشتغل الماطور. جاي يسحب مي. الامور ماشي. اضمن انه هذا الماطور راح يبقى بهاي الاستقرارية بعد خمس ساعات. ورا اثناع عشر راح يصير. ورا اربعة وعشرين ساع عشر راح يصير. زياني بهاي الحالة. اذا انا ما راح اضمن يستمر بنفس البرفورمانس بنفس الاداء. لازم شي سوي. لازم اقعد اراقب ايه سوي الى مونيترينج. هاي دازنت ميك سنس. ما مقبولة تمام. هالمفروض شي سوي. عندي فد كراتيريا. عندي فد شيب بالي. انه اذا شفت هذا المقدار موجود. ايش راح اقول. راح اقول هذا السيستم ستيبل. ويقدر يشتغل فور ايفر بنفس البرفورمانس. اللي هو من هو. اللي هو البولز. خلي نشوف. هسه كبير فورمانس. اذا كبير فورمانس. راح يصير عندي شنوة. راح يصير عندي السيستم بشغلتين. بي تي ار و بي تي اس. وهذين الثاني هن يعتمدن على اليمن. على كابتال تي اللي هو شي ساوي. الار في السي. فاذا اقدرت احافظ على قيمة الار منخفضة. فبمعنى سوي تاني. بمعنى خليت التي ار والتي اس شبهة قليلة. يعني شنو? يعني من اشغل المطور خلال فترة واحد سيكند او اثنين سيكند. راح يصير شوية فتصوت معين او فتشي وراها المفروض المطور شبه راح يستقر. راح يصير ستيدي ستيت. زي. هسه المطور راح يصير ستيدي ستيت. اليا فترة. وشلون اعرف انه راح يبقى لولا. يعتمد على اليمن. يعتمد فقط على البولز. فلذلك هادة الاشتقاء كل اش طلعت من عنده? طلعت منه. طلعت من عنده. زير. فسه شير ريد احنا? نريد. نريد نشوف الاستيبوليتي مع السيستم. وحنا قلنا دائما اكو مقايضة بين من? بين الاستيبوليتي وبين البيارفورمس. على العموم هل سحنا ايش قلنا? قلنا يساوي يساوي القيمته هذا واحد. مضروف في واحد ناقص ناقص التي على الارسي. اللي هو السيستم مالتي. بوعه طلع. احنا بالترانس في بالستيبوليتي. هس ان شاء الله راح ناخذ مجموعة من الاستيبوليتي. بس مقدمة. كل اللي يهمني. اللي يهمني هو فقط البولز. اذا اش قد عدي بقدار هنا زيروز مرحبا وعليه. اذا اللي يهمني منه فقط المقام. ش راح اسوي? هسة هذا المقام راح اقول يساوي صفر. ليش اخذ الصفر دائما? انا ليش يهمني الصفر دائما? طلاب احنا اللي يهمني الصفر لان مثبتك لي رياضيا هذه المعادلة. اذا صارت كي على الصفر شي صير? فيزيكلي فيزيويا هاي الحالة يعني انه انا ما اعرف اش قد راح يسرسل راحة المطور. هذا تفسير او ما اعرف الفولتية ما لتش قد راح يسر. او اذا عندي رياكتر اذا عندي مفاعل ما اعرف درجة الحرارة ما للمفاعل اش قد راح توصل. فاذا هاي زيرو هي بالنسبة لي رياضيا اتولدلي كريتيكال كيس. فيزيويا هاي الكريتيكال كيس ما اقدر اتنبأ بيها. ما اقدر اقيسها. اذا لازم شا سوي? لازم ابتعد عن هاي الحالة. فالذان كان اش راح اسوي? راح اقول يابا اس زاعد اي يساوي صفر. هذا ش راح يطيني? يطيني انه الاس يساوي لناقص اي. هذا المقدار راح اترجمه حالتين طلاب. الحالة الاولى هو شنوه? انه اذا كانت اي هي اكبر او مساوي للصفر. طبعا احنا المساواة ما راح ناخذها بالستيبلوتي. لان بالصفر راح يصير خنقول اكبر من صفر. بمعنى الاسش بي. يبقى سالب. اذا من اجي رسمة طلاب. هذا هو الرياليب. هذا هو الامجينري. اذا هذا المقدار وين موجود? موجود هنا. هذا سالب عيد. بالفريكونسي عندنا قاعدة عامة. كل شي موجود بالليفت هاند سايد على اليسرة. اذا السيستيم ستيبل. هذا كل المقادير اللي موجودة هنا اتخلي لك السيستيم شنوه? ستيبل. زين? هسا واحد يقول اذا ابتعد احسن لو اذا اقترب احسن. لا اذا كل ما تبتعد كل ما ما شنوه? اكثر. يعني شنو قصدنا بالاكثر? طلاب يعني احنا السيستيم مالتنا. مو اذا انت هنا اذا انت هنا بمعنى بس اكو معين بس هزة باللغة العامية نقول بس هزة بسيطة ش راح تخيل السيستيم مالتك? ينتقل منا وين يروح? هنا. فاذا هذا السيستيم يشتغل لكن لفترة زمنية وفق ظروف البيست. احسن ظروف. لكن اذا جاني مطار اذا جاني عاصفة رعدية السيستيم مالتي اعكد انه راح يشتغل بهيش ظروف? لا. ليش? لان البولز كلش قريبا مين من الصفر. لكن لو كان البولز مالي السيستيم مالتي هنا. فارعا وين من الصفر. راح اقول لك انه سواء درجة الحرارة اتغيرت او الهيومدتي تغيرت. اكو داست اكو تراب. اكو ثندرستورم. مأمن انه السيستيم ما تشبيه. راح يشتغل به كل الظروف. هسه الرايت هاند سايت اذا اشتغل هنا. طبعا من اقول اذا اشتغل هنا يعني قصدي له اكبر من الصفر. السيستيم شي يصير? انستايبل. شنو قصدي بالانستايبل? باعو يا اي. هسه بالانستايبل بمعنى قيمة الاي. راح تكون اقل من الصفر. وبالتالي الايس راح يكون? راح يكون سالب سالب اي. لان الاي اقل من الصفر. فاشي يصير? يصير بلاس اي. فشوف طلاب هذي. هسه هادة من جاني هذا الرسم? هذا الرسم اذا كان اي سالب. وهنانا سالب. راح يكون موجب. وبالتالي السيستيم ما التي تلاحظ شون راح يصير الرسم يكبارا. راح يصير اصلا اعلى من الانبوتاني جاي طي واحد. يجوز هو يوصل ميت الف. فلذلك اذا ما اقدر اسوي له اه ما اقدر اسيطر عليه. وبالتالي اذا بالستايبل تي دائما لي قيمة الايش بيهة سالبة. بينما بال تذكرون? احنا احنا قلنا بال تيار يساوي واحد على اي. اذا الايش اريده? كبير لو صغير. الاي يريده كل شيء كبير. وبالتالي مقلوبة. شي يصير? يصير كل شيء صغير. هذا كان تو بوينتو. تمام? انت من تاخد اي اثنين ومن تاخد اي خمسة. فمن تقول واحد على اثنين هو اكبر من? اكبر من واحد على خمسة. تمام? لم تمام? وبالتالي ان شان يتقيمة الاي? اذا صارت قيمة الاي كل شيء كبيرة. راح يصير التيار صغير. عرفت ايسا شون عدي مقايضة? بالعكس. انا اريد الاي بالنغاتف يعني صغيرة. اريدها كل شيء صغيرة حتى ان شنو? السيستم ما تصير ستيبل. لكن المشكلة انه عندي مقايضة. اذا لازم شي سويسه حسب التطبيق. مرات شا اقول لك? اقول لك يا بالفترة الزمنية. متلاحظوا يا ايه. هنانا السيستم باوع خلال هاي الفترة الصغيرة. انت تقدر السيطرة عليه. لكن وراها ورا هاي الفترة شبيه? لاي. فلذلك اذا كان عملية تشغيل المطور مالتك مثلا خلقول نص ساعة ساعة. ايش راح تقول لي? راح تقول يابا احنا راح نخلي قيمة الاي كبيرة. وبالتالي البيرفورمانس مالتي راح يكون رديء لكن الستيبلتي مالتي كل زينة. بينما اذا تريد بالعكس. اذا تقول لا. انا اللي همني انه بالبداية هذا الترانزينت ما ريده. فلذلك قيمة لي يخليها قليلة. لكن ما راح تستمر. ما راح يشتغل هو اربع ساعة او اربعين ساعة. وانما هو راح يشتغل لنص ساعة. يدفع هذا المي الموجود بالتانك وبعدين يوقف. اذا نشوف. اذا راح يصير ما تقدر تحصل عالية واعداء عالي بنفس السيستم. مستحيل. لازم يعني لو تحصل خمسين بالمية اداء خمسين بالمية ساعة من جاي يقول خمسين بالمية ساعة شنو قصدي? يعني قصدي تتبدي بالسيستم ساعة. لكن بمرور الوقت السيستم وين راح ينحرف? راح يصير انستايبل. فلذا كنت شو تقول لي. تقول لي راح اشتغل ستيبل خنقول مثلا وناور. وراها هذا المطور من يصير انستايبل اوقف العمل. ابدي من جديد اسوي ريسيت. صارت واضح القضية كأنه رسيتت وين رجعت للنقطة. لان الفترة الزمنية ما لتشغيل المطور او الديفايز ما تكش بيها قصيرة. اوكي طلاب اكسوال? فاذا هنا ناقشنا الحالة الاولى. الحالة الثانية اللي يريد الناقشة. انت تتذكرون بالامبوت ما اخدنا? بالامبوت اخدنا يونيتستيب. حساني ما اللي داخد بس يونيتستيب. اللي داخد دي سي جين و يونيتستيب. يعني شنو? اللي داخد دي سي جين و يونيتستيب. اذا نفس السيستم. نفس الترانسفير فركشن بس شغلة وحيدة تغيرت عندي. اذا السيستم مالتي هو انه الار اوفيس. جا يدخل علي من. على كي. على از زائد اي. اللي هي ترانسفير فركشن بس مالتي. هنا انا واي اوفيس. هسا بالنسبة ليه. هادا خلي نسميه. الامبوت مالتي. الان الامبوت مالتي يتكون جزئين. جزء كونستانت. هادا جين. هادا يسموه. اه جين. اونبوت جين. اونبوت جين. مضروب في اليونيتستيب. يعني. يعني بالتايم دوميني صار عندك طلاب. صار عندك كي ون يو اوفي. يعني شن اللي يختلف. خلي نرسم احتين نعرف شن اللي يختلف. اهناك الرسم مالتي. اذا تذكرون. هادا التي. هادا هو اليو اوفي. فشان عندي واحد. تمام لهم وتمام. صفر قبل الصفر واحد بعد الصفر. اهنانة بهذا كي ون. كي ون يوفي. ما راح يكون واحد. راح شي يكون? يكون كي ون. شقد قيمته? يجوز واحد. يجوز نصف. يجوز ربوع. يجوز عشرة. اذا راح يكون قيمته. اما كي ون. اكبر او يساوي صفر. او صفر اتايم شنو? اصغر من الصفر. اذا الشي الوحيد هناك كانت قيمة الانبوت واحد. اهنانة قيمة الانبوت اش قلت? كي ون. اللي هو ما اعرفها. يجوز نصف. يجوز ربوع. يجوز عشرة. يجوز عشرين. صارت برضها القضية. يجوز ناقص عشرين. اختار الكي ون ناقص عشرين. فاش راح يصير? زين. هزا بالنسبة انه. طبعا ما راح نشتق نفس الاشتقاق ونطلع نفس النتيجة. راح مباشرة شا اقول? اقول الدي سي قين ما لهذا السيستم اكو في التعريف يسموه دي سي قين. اش راح يساوي? معرف لك ياني هناني. راح يساوي الستادي ستيت. الستادي ستيت اوتبوت. على من? على الستيب امبوت. زين? بمعنى شنو قصدي? هذي احنا نعرفها. بمعنى هسا صار عندي الاوتبوت يساوي لي الترانسفير فاكشنز مالتي. مضروب في الامبوت اللي هو شوية تغير الصار. كي ون على اس. زين. طلاب احنا الستادي ستيت اش عرفنا? هو الاوتبوت دير بالك هذا بالتايم. هذا وين? بالفريقونسي. الستادي ستيت هو حالة الاوتبوت عندما الزمن وين يروح? ما لا نهاية. ليه المل? للواي اوف تي. تمام? هذا عام. هذا خاص. هذا وين? هذا بالزمن اللي شبير. من رسمناه تذكر? هذا شنة رسمة واي اوف تي. هذا شنة رسمة تي. هنا انا كان عندي الاوتبوت. فتلاحظ هذا هو. هذا هو كل واي اوف تي. لكن وراه السيطلينج تايم. وراه السيطلينج تايم هذا هذا المقدار هو من وين? الواي اس اس. اللي هو الستادي ستيت لين? بعد ما رح يصير بي تغير. ورا السيطلينج تايم. الواي اوف تي يساوي الستادي ستيت اوتبوت. بعد ما يصير بي تغير. تغير بسيط طبعا. بعدين احنا رح لحسبه. زين. هسا طلاب اوعيين. هادي شي يسموها هادي بالتايم دومين. عندي نظرية يسموها الفاينال بالاس دومين. هاي ش تقول لك? التيم وين جا يروح? للمالة نهاية. احنا قلنا تذكرون طلاب اكسبونيشي الناقص اكس الرسم مالتها شون يكون. شنو يعني هذا التفسير? من اكس يروح للمالة نهاية. الاس وين جا يروح? قيمة الاس شقد جا يصير? كلش قليلة. لذلك لازم الاس وين يروح? للصفر. لان احنا قلنا الاس عكس التي. اذا تي جا يروح كلشي كبير. لازم الاس وين جا يروح? كلشي صغير. زين. الواي اوف تي يضطيني واي اوف اس تمان? لكن حسب الفاينال بالي وثيري ملازم شي يسوي? اضرب في اس. هادي نظرية. وين موجودة? موجودة باللابلاس. انه يقول لك من تي يروح للمالة نهاية. لازم الاس يروح للزيرو. هسا الواي اوف تي بنا حول اللابلاس شي يصير? واي اوف اس. لازم ش اضرباني? لازم اضرب في اس. فاذا هسا راح ارفع هذا المقدار طلاب. راح اقول للمت اس تخترب من الصفر. اس الواي اوف اس الش يساوي لي? واي اوف اس يساوي لي. الجي اوف اس مضروبة في كي ون على يمن? هذا الاس مع هذا الاس? ش بقالي? ارفع هذا الاس وش اعوض بداله? اذا راح يساوي لمت اس يقترب من الصفر. كي ون لجي اوف زيرو. زين. الترانسفير فوكشنز مالتي هي من هي? الجي اوف اس تساوي شنو? تساوي كي على اس زائد اي. اذا اريد اطلع الجي اوف زيرو ش راح يصير عدي? كي على زيرو زائد اي. ويساوي كي على? اي. تتذكرون الكي ولا اي شمي? مساويات. يعني هذش قد راح يطلع لك. اذا الستادي ستيت مالتك اش راح يكون? كي ون. يعني رسم مالتك يبقى نفسه. بس بدال ما تقولني هنا انا واحد لازم اش تكتب لي هنا. كي ون. اللي هي قيمة الكي ون. اي سؤال طلاب استفسار اذا هنا اليوم محاضرتنا شه تعرفنا? تعرفنا? عملية اشتقاق الترانزينت رسفونس المن? للفيرست اوردر سيستم. اللي هو شون حققنا? حققنا من ربط مقاومة على التوالي مع من? مع متسعة. النار كان عندنا الفي ان هنانش كان عندي الفي ان. طلاب هسه اريد منك تو هومورس. عندك واجبا. الهومورك الاول. نفس السيستم. يعني عندي فرست اوردر سيستم. نفس الترانسفير فوكشن. بس شريد منك تغير لي الامبوت. احنا الامبوت شاخدنا هسه? اخدناه حالتين. الحالة الاولى يونيتستيب. الحالة الثانية هو من هو? يونيتستيب مع دي سيجين. اللي هو الكي وان. زيد. هسه الهومورك مالتك اريد تاخذ الار اوف تي هو الرام فوكشن. اللي هو تي. هاد شي سمو? سمو رام. رام فوكشن. شن الرسم مالتة? الرسم مالتة لانه الار اوف تي. وهنا راح يكون تي راح يكون خط مستقيم. هاد لازم شي تسوي له? حتي نبطيك هنت على الحال لازم شي تحاوله? تحاوله لا بلاس. لا بلاس الى شنو? واحد على اس تربيع. هناك كان واحد على اس اليونيتستيب. هنا واحد على اس تربيع. لازم تجي تحسب له الامبس وتسوي نفس الخطوات. هاي حالة. الحالة الثانية. الهومورك الثاني. هاد اول هومورك. الهومورك الثاني لا. اريدك تشتق لي الستادي ستيت ريسبونس للدائرة التالية. انه عندك ار وعندك ال. هادي هي الفي انبوت. هادي هي الار. هادي هي الفي اوتبوت لا تنسي. هاد قلنا شن مثله? هو اس في ال. فاذا نفس الاشتقار بس راح تتغير القيم ما للكي وما للاي. نفس الخطوات. راح تطبق. تقول في اوت على في اين? يساوي لي. راح يصير عندك اس ال على ار زائدا اس ال. تمام لهم تمام? راح تقسم على ايال حتى ان تتخلص من هذا ال ايال. راح يصير عندك اس على اس زائدا ار على ايال. هادي الطلاب يساوي كابيتل تي. فاريدك تشتقل اياه بالهومورك بنفس الخطوات. وتناقش. اريد اعرف اش قد الرايس تايم. اش قد الستليك تايم. واريد اعرف الستيبوليتي. انه راح تصير بنفس الدق مثل ما صار عدي هنا نترايدوف. سؤال استفسار طلاب? اذا هنا راح ننهي المحاضرة مالتنا لليوم واللي هي تعرفنا من خلالها على اشتقاق الترانزينت رسبونس والستيدي ستيت رسبونس اللي هو الانتقالي اللي هو الاداء الانتقالي والاداء الثابت. يا سيستيم للفيرست اوردر سيستيم. اه نظام من الدرجة الاولى. اوكي طلاب? ان شاء الله المحاضرة الجاية راح ناخد نفس الاشتقاق بس المن? هو اشتقاق السيكند او درسل. اوكي.